ثلاث مؤشرات للرد الإيراني على اغتيال اسماعيل هنية أولاً استئالة تنية بالرئيس محمد جواد ظريف ربط ظريف استئالته بتشكيلة الحكومة الإيرانية الجديدة اللي تضمنت وجوهه أصولية مكربة من المرشد بس اجت الاستئالة كمان بسياء المواجهة الإقليمية الراهنة ظريف كان عراب ترشيح الرئيس الحالي بزشكان وهو اللي عطى لحملته طبعة السياسة الإصلاحية من تجربته السابقة بوزارة الخارجية ومن حماسه لنهج التفاوض و ترميم العلاقة مع الغرب و بيرفوت ظريف انه تخود إيران المعركة بالنیابة عن فلسطينيين و بلايه انه دورة لازم يكتصر على الدعم مردم إيران از سياسة دولت ما در مورد این که تلاش میکنه از فلسطيني هم داختر باشه اجت استئالة ظريف بعد اصرار المرشد على الرد و بظل مواجهها اقليمية بتصاحب العودة للتفاوض المباشر مع الغرب و بهالسية اجا تدخل المرشد وتشدده بهوية اعضاء الحكومة تانيا فشل مفاوضات الامريكية الايرانية قنوات التواصل بين الامريكان والايرانيين مفتوحة من خلال وسطين قطر و عمان مثل ما صار بعد استهتاف الكنسولية الايرانية بالشام جربت ادارة الامريكية تحجيم الرد الايراني او تأجيله قدر الامكان دعت الادارة الامريكية انه الرد الايراني ممكن يعقد مفاوضات وقف اطلاق النار بغزة بالمقابل فصلت ايران بين المسارين واصرت انه الرد حيجي بس بتوقيت ما بيدر باي اتفاق محتمل بغزة بيّن فشل الادارة الامريكية بتخفيض السقف الايراني اخر يومين باستمرار تدفق التعزيزات العسكرية الامريكية باتجاه الشرق الاوسط لحماية اسرائيل من الرد تالتا المناورات العسكرية بغرب ايران حاليا مكفى الجيش والحرس الثوري الايراني بمناورات ضخمة غرب ايران لغاية بكرة الثالثة المناورات منا مواجهات عسكرية فعلية بس بتعيدت موضع الكوات الايرانية بعدة اماكن تحضيرا لاستخدامها بالرد المقبل وبتسمع حتى حركات بتمويه القوات اللي حتستخدم فعليا بالرد وبترفع الجهوزية الدفاعية وبتبعط رسالة تردع لاسرائيل